يبدو أن السودان بدأ يستجيب إلى إغراءات إثيوبيا قلت لحضراتكم قبل كده أن في إغراءات بتقدمها إثيوبيا للسودان خلال السنوات الماضية متمثلة في الحماية من الفيضان والحماية من زائد الطمي وأيضا إمداد السودان بالكهرباء وطبعا السودان عندها أزمة عويصة في موضوع الكهرباء الكهرباء في السودان لا تكفي لأكتر من 10% يعني تقريبا الكهرباء بتقطع كل يوم أكتر من 15-16 ساعة وتشتغل سبع أو ست سبع ساعات في اليوم بل أن في مناطق كاملة أو يعني ولايات كاملة في السودان ما فيهاش كهرباء والكهرباء بتيجي فيها ساعة أو اثنين وحذرت وحذرنا قبل كده من الضغط على السودان اللي بتمرسه أسيوبيا أو بتحاول أسيوبيا أنها تستقطي بالسودان إلى المربع الأسيوبيا عشان تفك التكتل المصري السوداني اللي ظهر خلال السنة اللي فاتت وأدى إلى الوصول إلى مجلس الأمن وأدى إلى مناورات عسكرية مشتركة وبيانات مشتركة والعالم كله خلال الشهور اللي فاتت كان ينظر إلى الموقف المصري السوداني على أنه موقف واحد وموحد وفي ذات المربع نهاردة صباح اليوم خبر غريب صدر عن وزارة الطاقة السودانية مفاده أن السودان يبحث مع أثيوبيا شراء ألف ميجا واط من الكهرباء المتولدة عن سد المحطة الوزير وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جدين علي عبيد قال أن هناك مشاورات تجري بين السودان وأثيوبيا لشراء ألف ميجا واط من الكهرباء من أثيوبيا أثيوبيا كانت أعلانة يوم الخميس اللي فات عن خبر كده بيأكد هذا الكلام الوزير وزير الطاقة الأثيوبي قال يوم الخميس صباح الخميس أن هناك رغبة من بعض الدول الإفريقية منها السودان وجنوب السودان في شراء الكهرباء المتولدة عن سد النهضة كلام ده كان يوم الخميس اللي فات النهاردة الصبح وزير الطاقة السوداني بيقول فعلا إحنا بنفاوض أثيوبيا على شراء ألف ميجا واط من الكهرباء وده هيحقق أو هيسد عجز كبير في الكهرباء اللي موجودة في عموم السودان لم يتطرق البيان إلى مشاورات مع مصر المشاورات بتتم بعيد خالص عن الجانب المصري بتتم بعيد خالص عن الموقف المصري السوداني الموحد بتتم بعيد خالص عن المشاورات الخاصة بسد النهضة السؤال دلوقتي هل استجابت السودان أو رضخت السودان إلى إغراءات أثيوبيا وهل ده هيؤثر خلال الأيام القادمة على الموقف السوداني تجاه سد النهضة وهيؤثر أيضا على التحالف المصري السوداني ده اللي هنشوفه وهتثبته الأيام اللي جاي اشتركوا في القناة